لا يزال الغموض يكتنف موعد بدء عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حضر الاسلحة الكيموية في دوم السورية فبعد حديث عن اطلاق نار لم يكشف عن ملابساته او مصدره تأجل دخول البعثة الى موقع الهجوم الكيموي المفترض بعد ان كان مقررا الاربعاء واوضح مجير عام المنظمة ان توجه البعثة الى المكان ارجع بعد ان اضطر فريق امني تابع للامم المتحدة كان يقوم بمهمة استطلاعية الى الانسحاب من دومة بعد اطلاق نار واضف ان نشر المحققين في دومة يتوقف على السماح بوصولهم دون عقبات على حد تعبيره وبات تأجيل زيارة المفاتيشين موقع دومة مصدرا لخلاف ديبلوماسي في ظل اتهامات غربية لدمشق وموسكو باعاقة عمل البعثة وتقول الولايات المتحدة وفرنسا انهم تعتقدان ان التأجيل قد يستخدم لطمس ادلة على الهجوم الذي وقع في السابع من الشهر الجاري من جهتهم تنفي سوريا وروسيا استخدام الغاز السام او اعاقة التحقيق او حتى العبث بالادلة